توسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لنا الآن من موسكو الكاتبة الصحفة أندريا وانتيكو في سيد أندريا أهلا بك معنا إذن كما تبعنا قبل قليل استفتاءات مقاطعات أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا قوبلت بالرفض من قبل الجانب الغربي حتى ما أعلنه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي ردود الفعل الأولية الغربية اعتبرها الغرب بأنها تعكس أو هي مؤشر حتى على أزمة واجهها موسكو ما استراتيجية موسكو اليوم تحديدا تجاه أوكرانيا سيد أندريا تصريع الأعمالية العسكرية وإنهاء هذه الأعمالية العسكرية بأسرع الوقت ممكن أنا أود أن أذكر أن قبل شهر فبراير روسيا قد ركزت على حدود مع أوكرانيا وفي جمهوريات دانيزك والوغانسك تقريبا من 200 إلى 300 ألف جندي فهؤلاء قد شاركوا في العمليات القتالية مع الجيش الأوكراني أكبر بكثير عضافة إلى ذلك أن أوكرانيا قد قامت بتعبيت العامة بأربع موجات فنحن قد تواصلنا نتيجة هذه التطورات الهداث خلال هذه الأجهر إلى النوع من الوضع ما بين الكار والفار فلذلك هذه التعبيت الجزئية في روسيا أولنت عنها اليوم فهي يجب أن تصاهم في كما نقول تصريع العمالية العسكرية وإنهائها بأسرع الوقت ممكن هذا الشيء فيما يتعلق باستفتاءات فهذا الشيء وارد روسيا لن تتخلى عن هذه الفكرة أما بالنسبة لموقفها الدول الغربية من هذه الاستفتاءات نفس الدول لم تعترف بنطائج الاستفتاء في القرن فلذلك هذا الشيء لا تحتام به روسيا لدى روسيا الاستراتيجية وهي تتماسك بهذه الاستراتيجية هنا قد يطرح تساول سيد أندري وانت ذكرت هذه النقطة بأن الجيش الأوكراني هو من يقاتل الجانب الروسي ولكن من يقاتل من قبل الجانب الروسي لماذا لا يتم التوجه إلى الجيش الروسي لماذا يتم التوجه إلى استدعاء قوات الاحتياط جنود الاحتياط تعبئة عسكرية جزئية أنا قلت سابقا بأننا قد تواصلنا إلى حالة بين الكر والفر يعني هناك مئات الألاف الجنود في الجيش الأوكراني مقابل بعد المئتين أو ثلاثمائة فقط ألاف الجنود في الجيش الروسي فلذلك من جديد أقول بأن عدد الجنود في أوكرانيا أكبر بكثير مقارنة مع الجيش الروسي ونحن نشاهد نوع من التوازن في الجبهات فلذلك من جديد أقول بأن استدعاء تعبئة تقريبا 300 ألف جندي الإضافي إلى صفوف الجيش الروسي يجب أن يصهم في تصريع العملية العسكرية في حماية جمهورياتي دانيسك والوغانسك تحرير هاتين الجمهورياتين بشكل كامل وأيضا حماية الكرسون وزباروجي المنطقتين التي ستجريانا الاستفتاء قريبا فلذلك من جديد أقول الهدف الرئيسي تصريع العملية العسكرية وإنهائها بأسر الوقت ممكن هذا ما قاله رئيس وادمين فوتين قبل بعض الأيام ولكن عندما كنا نتابع أيضا تصريحات الرئيسي الأوكراني سيد أندري ليطلقها ومفادها بأنه سيتم تحرير كل الأراضي الأوكرانية ومواصلة القتال مع هذا الاستفتاء هذه المناطق الأوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا ومع إعلان هذه الخطوة إعلان تعبئة العسكرية الجزئية إلى أي مد يمكن المعادلة أن تتغير حتى بالنسبة للجانب الأوكراني اليوم هذا سؤال جيد جدا يعني تصريحات لا يمكن أن على الأقل نتوقع تصريحات غيرها من قبل رئيس زيلينسك أو المسؤولين في أوكرانيا بشكل أهم بطبع الحال هم سيقولون بأنهم سيستمرون في المعارك مع روسيا سيقومون بتحرير كل الأراضي ولما هنالك ولكن حقيقة ما نشاهده على ساحة القتال هو أن روسيا تمكنت من تحرير كثير من المناطق حتى خارج جمهورياتي دونسك واللوغانسك ستكون هناك استخداءات في أربع المناطق بما في ذلك دونسك واللوغانسك أي روسيا متقدمة في هذا أشان وكما قلت سابقا مشاركة 300 ألف جندي إضافي في الأمليات القتالية يجب أن تصاهم في تصريح هذه العملية العسكرية التي فعلا وصلت كما قلت سابقا إلى وضع بين الكار والفر شكرا لك سيدة دريونتيكو في الكاتب الصحفي كنت معنا من موسكو